هذا وقد استجاب الرئيس السيسي لطلب الطالبة فاطمة الزهراء منصور من ذوي القدرات الخاصة ودعاها غدا لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ونشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشورا خاصا بالطالبة فاطمة والتي رسمت صورة الرئيس السيسي احتفالا بمرور ثلاث سنوات على تدشين حياة كريمة معبرة عن شكرها للسيد الرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قرى الريف المصري كانت فاطمة قد شاركت في الحوار الطلابي الذي دار في ندوة حياة كريمة والتي عقدتها مع شباب الجامعات لنشر ثقافة العمل التطوعي وإشراكهم في المبادرة الرئاسية